متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها آخر ردود الفعل حول حديثة من عمادة رابلسي من حضور جنازة ويلده ربي يرحمه ونعمه ومقارنتها باللي صار في عهد بن علي قبل والإسلاميين اللي تعرضوا لوقتها اللي كينوا في السجون التونسية كيفاش تعامل معهم بن علي وقت لي توفى حد من عائلتهم خاصة كيبدأوا الأولياء متاحهم أمه ولا أبوه ربي يرحم الجميع اليوم بش نحكيه على ردود فعل تاريخية أعلامية وسياسية أيضا على تصرفة حركة النهضة أو ما يحصل لعائلة الترابلسية اللي هما موجودين في السجن في ظل الحكم الإسلاميين في تونس في ظل الحكم حركة النهضة وكيفاش هما اتعاملوا في عهد بن علي برشة تفاصيل في هذا الفيديو ولكن فضلا وليس أمرا كان انت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بش تصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم ناسي الكل مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو نبدأ بالمؤرخ عبد جليل بوغرة اللي قال لأنه مفاهيم ديمقراطية وحقوق الإنسان مركبة في عقولنا بالمقلوب تموت والدة الإسلامي عبد الكريم الهاروني رحمها الله وهو في السجن في عهد بن علي فيحضر جنازتها وبن علي مكنه من هذا الحق اللي أمه أعز حاجة عنده في الدنيا كيف تتوفى ورغم اللي هو سجن سياسي ورغم اللي هو وقته في فترة القمع وفي فترة المفامش مراقبة مفامش نشطة في المجتمع المدني مفامش فيسبوك ومفامش أنترنت ومفامش حملات على السوشيل ميديا رغم اللي هذا الكل مفامش منه حتى شيء لكن بن علي مكن الهاروني من أنه يحضر جنازة والدته يحضر وفيتها ويتقبل التعازي عليها ربي يرحمها ونعمها يقول في الوقت الحالي يموت والد عمادة رابلسي رحمه الله وهو في السجن في عهد الإسلاميين فلا يسمح له بحضور الجنازة ويعتبر أنه التأسيس للديمقراطية وحقوق الإنسان عندنا تم على باطل وما بني على باطل فهو باطل لن نجمه نحكيه على ديمقراطية ولن نجمه نحكيه على حقوق الإنسان ولن نجمه نحكيه على كل هذه القيم اللي نتشدقوا بيها خاصة منذ الثورة التونسية اليوم ما عنده حتى ذنب عمادة رابلسي أنه يتم حرمينه رغم اللي هو طلب أنه يمكنه من أنه يحضر جنازة بوه ويلقي عليها النظرة الأخيرة ولكن للأسف الشديد وزارة العادل قالت اللي هي أو إدارة السجون قالت اللي هي ما عندهش الإمكانيات اللوجستية فش تتمثل الإمكانيات اللوجستية في كرابا وعدد من الأعوان اللي بش يكونوا في الحراسة بش يتمكن من إلقاء النظرة الأخيرة على ظريح ويلدو ربي يرحمه ويناعمه التصريح الصادم من قبل قيدي في حركة النهضة أحكينا عني في وقت السابق وقلنا اللي سامير ديلو من أكثر القيادات في حركة النهضة اعتدال ويختلف معهم برشا في كثير من الأمور وسامير ديلو يذهب دائما إلى التفاهمات إلى عدم التصعيد إلى الحوار إلى النقاش سامير ديلو اللي علق على هذه الحادثة المؤلمة وكتب تدوينة عبر فيها على موقفه صراحة من هذه القضية رغم لي برشا قيادة في حركة النهضة تفادت أنها تعلق على هذا الموضوع ولكن سامير ديلو وحكي فيها وقال ورزق أهله وذويه جميل صبري والسلوين قال أن الضمير عام مطلق لا يستثني ولا ينتقي ولا يصنف حسب ثقل الثوابق والألقاب بمعنى أنه من أهله وذويه يرزقهم جميل صبري والسلوين الهوني ما يقولش لازم ما يكونش من عائلة ترابلسية ولا يكون عنده سوابق قبل ولا عمل جراء في عهد بن علي ولا غيره ولا خطر اللقب متاعه ترابلسي ننسي لكل كيف كيف يقول محمد الناصر ترابلسي اللي هو بوعي مادة ترابلسي يقول رجل توفي وانتقل إلى رحمة الله وانقطع تلاته بالخصومات والقضايا والملفات فالموت يقطع الخصومة هذا المبدأ عن سامير ديلو ويقول منع ابنه من حضور جنازته وترحم عليه مهما كانت التعالات هو استثمار في تغذية الأحقاد الأعلامي زياد الهيني يعبر على تعاطف الكامل مع عماد ترابلسي اللي فقد ويلده ولم يمكن من فرصة القاء النظر الأخير عليه قبل دفنه وعبر على حزنه على واقع بلاده وزيده هناك الوثيقة متاع طلب عماد ترابلسي أنه يحذر الجنازة وإذن قضائي القضاء أذنى لعماد ترابلسي أنه يمشي ويحذر في جنازة بوه ولكن لم يمكن من ذلك الأعلامية ريم شيكر رجاية العلوي هبت التدوين على عماد ترابلسي وقالت السيد هذو بالذات من دون ترابلسي لكل عندي معها حكاية ويجي نهار وتتقابل وجوه مرة أخرى ونذكروا بالذي مضى ولكن أنه ما يحذرش جنازة بوه عيب على دولة ما بعد هذه الثورة عيب عليكم يا عبي طلب الإذن القضاء تعمل في وقت ضيق عليش باش كيف تجي الموافقة ما ينجمشي تنفذ عليش هكا؟ على فكرة سيد عبد الكريم الهاروني في 2006 أحضر جنازة والده وسط حراسة أمنية كبيرة على كل ظهر بالكيشف للنيس فرض ونيس سنة وكل شيء تكيلوا فيه بميكيالين الأعليمي ساميري الوي فيكتب تدوين وعلى قال هذه القضية لهزة الرأي العام في تونس وقال عدم تمكين عماد ترابلسي من حضور جنازة والده أحد أكبر الهزائم الأخلاقية لهذه الثورة ثورة حقد ونقمة وانتقام والتشفي فهو قرار إداري وليس قضائي والإدارة عللته بظروف الصحية الحالية وكأننا أغبي لنفهم أن مجرد تيست قبل الخروج والدخول يكفي لحماية السجين وغيره إنه قرار لإنساني وأخلاقي يسي لصورة تونس وديمقراطيتها العليلة ويفضح زيفة شعارات حقوق الإنسان فيها وكمية الحقد المزمنة في صدور ناقمة يصل بها التشفي إلى حد حرمان ابن من تشيع جثمان والدي وتوديعي في اللقاء الأخير عماد ترابلسي سجين منذ عشر سنوات تجاوز سجنه العقوبة إلى الانتقام ويبدو أن حريته تزعج وتخيف وترعب بعض النفذين وربما لا يخرج من هناك إلا للمقبرة لتدفن معه أسرار وإدانات وأدلة وشهادات تؤدي إلى سقوط أقنعة كثيرة تدوينة مؤثرة جدا هذه القضية تعطف معها الناس الكل حتى من المعارضين لأترابلسية وبنعلي شفنا قيدي في حركة النهضة يندد بهذه التصرفات هذه الأحقاد الضغينة التشفي الحقد المقيت هذا اللي موجود في تونس اليوم بعد الثورة وبالنسبة لتعليل الجهات الرسمية إنهم خايفين بسبب الوضع الوبائي ما خرجوش عميد ترابلسي بربي وينكم من مسيرة حركة النهضة 27 فيفري 2021 اللي تعاملت وينكم من حركة النهضة اللي الغنوشي أحضر في جنازات عدة قيادات التوفيت بفيروس كورونا ربي يرحمهم من نسي الكل الصفحة الرسمية من طراجد الغنوشي الكلها تغطي في زيارته يعني لجنازات يحضر فيهم سواء لقيادات بيرزا أو حتى بعض القيادات في جهة القسرين شفنا حضور جنازة محرزية العبيدي شفنا حضور جنازة عديد القيادات الأخرى في ولاية الكيف برشا قيادة يعني نشاط كامل يهبط في صفحة رسمية لرجد الغنوشي يبين أنه قاعد يمشي ويقوم بالإشراف على تنظيم جنازات ترجمة نانسي قنقر